السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة ان شاء الله هنعمل بسكوت سهل ولزيز بسكوت جوز الهند ان شاء الله تعملوه يعجبكم يعجب ولادكم ان شاء الله معنا المأدير النهاردة كبايتين ونص دقيق كباية ونص جوز هند ناعم عندنا كباية سكر بودرة بطين معلقة ونص صغيرة بيكنج بودر معلقة صغيرة فانيليا وعندنا كباية وربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة لو بتحبي ناشف شوية يبقى خلي الزبدة كباية بس عندنا هنا السكر والزبدة هنحطهم في البولة ونبتدي نضربهم بالمضرب لغاية ما يبيضوا وبقوا عاملين زي الكريمة ويبقوا معانا بالشكل ده هنجيب البيض ونحط البطين ومعاهم الفانيليا ونرجع نضرب تاني ونخلط المكونات كلها مع بعض لغاية ما كله يتجانس وزي ما انتو شايفين بالشكل ده كده هنجيب الدقيق نضيف له البيكنج بودر ونضيف له جسد الهند ونخلطه كويس مع بعض هنضيف المكونات الجفة للزبدة والسكر والبيض ونبتدي نقلبهم مع بعض بالشكل ده ونعجنهم بقى بادينا نعجنهم واللمهم كلهم مع بعض لغاية ما تبقى معانا عاجينة سهلة التشكيل اقدر افردها وشكلها بكل سهولة بالزبط كده هنرش الرخامة بتاعتنا دقيق ونبتدي نجيب جزء من العاجين نفرده لو لزقت في ايديك حاول ترش على ايديك وعنها الشابة شوية دقيق عشان تعرفي تفرديها بالشكل ده هنفردها حوالي نص سنتي وبعد نجيب عندنا القطعات بتاعتنا ونقطع العاجينة بالشكل ده كده اهو شايفين هنا سمكها ازاي بالشكل ده هنحضر صانية مفروشة ورقة زبدة او مدهونة زيت ونرص فيها الكوكيز بتاعنا وطبعا نكون مشغالين فرن بتاعنا على درجة حرارة مية وتمانين ومسخانينه قبل ما نبدأ زي ما انتو شايفين بالشكل ده هنجيب سكر خشن ونحطه على وش الكوكيز بالشكل ده كده وندخلها الفرن بتقعد حوالي 25 من 25 ل 30 دقيقة على حسب الفرن بتاعك حرارة الفرن طلع معانا الكوكيز بالشكل الجميل ده دول صانيتين المقدار اللي احنا عملناه طلع اربعة من الصواني ده وهو الكوكيز طلع معانا شكله جميل طعمه جميل ريحته روعة ان شاء الله تجربوه يعجبكو وسهل جدا اتمنى تعملوا لايك وشير للوصفة وسبسكرايب للقناة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته